بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي طلابنا وطالبات مجددا في درس من دروس مقرر مقدمة في الأعمى اليوم بإذن الله سنتحدث عن العوامل المؤثرة على السلوك الأخلاقي في المنطمات دعونا نستذكر الدرس السابق ثم ننطلق بإذن الله في درسنا اليوم ذكرنا حوكمة الشركات في الدرس السابق وذكرنا أن يقصد بحوكمة الشركات ونظام ماذا؟ القواعد والممارسات والعمليات الذي يحدد كيفية توجيه الشركات وإدارتها والتحكم فيها إذن هذا النظام يضبط العمل في المنظمة كما ذكرنا وبالتالي يكون لدينا شركات تلتزم بالتعليمات تلتزم بالعمل وفق الأنظمة والقوانين ووفق المصالح المشتركة وليس لمصلح الطرف على طرف آخر كما ذكرنا أيضا ذكرنا يجب أن توازن حوكمة الشركات بين مصالح الأطراف المعنية المتعددة في الشركة لدينا الأطراف المعنية قد يكون مجلس الإدارة والمساهمين كذلك العمل وقد أيضا يكون الحكومة والأفراد إذن لابد أن توازن بين هذه المصالح وبالتالي أتى دور الحوكمة لكي يكون هناك شفافية والتزام بالتعليمات والأنظمة وبالتالي يسعى إلى ضبط العمل في هذه المنظمة ذكرنا هناك حوكمة الشركة القوية كما ذكرنا الوعي البيئي اهتمام بالبيئة وبيئة العمل وكذلك السلوك الأخلاقي والمحاسبة والشفافية وأيضا نظام توظيف وأجر عادل وأيضا نظام لإدارة المخاطر ذكرنا من دوره أو سيؤثر في صورة العلامة التجارية في عملية بناء الثقة في زيادة الأرباح كلما كان هناك حوكمة كلما عزز الأرباح عزز الترابط بناء الثقة وبالتأكيد حسن الصورة النمطية وصورة العلامة التجارية والعكس صحيح كذلك إذا كان هناك عمليات هناك عليها شبهة أو تشوبها بعض الأمور بالتأكيد ستؤثر في سمعة الشركة ستؤثر في الأرباح وبالتأكيد ستؤثر على الثقة الموجودة بين الأطراف المعنية وكذلك المجتمع المحلي وقد يكون مجتمع العالم إذن درسنا اليوم كما ذكرنا العوامل مؤثرة على السلوك الأخلاقي في المنظمات أهدافنا أن توضح العوامل المؤثرة على السلوك الأخلاقي في المنظمات ثم تعدة عوامل تؤثر في القرارات الأخلاقية لرجل الأعمال في سياق معين أو بيئة عمل معين وتختلف وجهات نظر الدول والثقافات حول ما هو قانوني وأخلاقي على حد سوا إذن باختلاف بيئة المنظمة باختلاف المنظمات ستختلف بعض الأخلاقيات كذلك إذا كان باختلاف الدول بالتأكيد سيكون هناك بعض الأخلاقيات في دولة ما قد يرى المجتمع أنها غير مناسبة وفي مجتمع آخر يرى أنها بالتأكيد بالإمكان موارستها لأنها يرى أنها مناسبة وبالتأكيد هناك أخلاقيات ثابتة في جميع المجتمعات كالفساد وغيرها لذلك هناك عوامل مؤثرة باختلاف المنظمة باختلاف حتى طبيعة قد يكون المجال الذي تعمل في هذه المنظمة ويمكن أن يتخذ شخص ما يتمتع بقيم أخلاقية قوية قرارات مشكوكا فيها من الناحية الأخلاقية لكن يكون من الصعب تحديد نتائج هذه القرارات قد يمارس بعض الأشخاص الذين يتمتعون بقيم عالية وأخلاقيات عالية بعض الممارسات التي تكون مشكوك فيها وبالتالي قد يتطلب اتخاذ قرار سريع وبعد ذلك يتم اكتشاف قد يتم اكتشاف أنها غير مناسبة بالتأكيد سيتم التخلي عنها ولكن قد يمارس بسبب مثلا ضغط الوقت أو بسبب مثلا ظروف قد تكون قاهرة سواء في المنظمة أو في الحكومات وبالتأكيد حينما يكتشف أنها غير مناسبة من الطبيعي أن يتم التخلي عن هذه الأخلاقية وأيضا هناك عدة عوامل تؤثر في سلوك الأفراد نحن كأفراد هناك عوامل تؤثر في أخلاقياتنا داخل المنظمة أو المؤسسة وتؤثر هذه العوامل على السلوك الأخلاقي وهناك عدة عوامل منها البيئات القانونية والثقافية وأيضا الثقافة التنظيمية وكذلك العوامل الفردية جميع هذه البيئات أو هذه العوامل تؤثر في سلوكياتنا داخل المنظمة إذن تشكلت بهذه الصورة إذن الثقافة التنظيمية تناولناها سابقا تؤثر أيضا إجابا أو سلبا عن تاجية كذلك تؤثر على مستوى الأخلاقيات وإذا كان هناك قوانين وثقافة في المنظمة وعوامل أيضا فردية يتمتع بها هؤلاء الأشخاص كل ذلك سيؤثر على السلوك الأخلاقي في المنظمة وبالتأكيد إما أن يكون إيجابا أو سلبا لذلك مهم جدا أن يتم الاهتمام بهذه العوامل سواء في البيئة القانونية أو حتى الثقافة التنظيمية وكذلك في تثقيف الأفراد في القيم والأخلاقيات لأن من العوامل المؤثرة على المنظمة سواء في علاقاتها داخل المنظمة أو حتى مع المجتمع الخارج دعونا نفصل في هذه العوامل البيئة القانونية والثقافية يتأثر السلوك الأخلاقي بكل من البيئة المحلية القانونية والثقافية في الدولة وثمت عدة منظمات تقييس مستويات الفساد المتصورة والفعلية في الدولة يتمثل أحد مؤشرات قياس الفساد في مؤشر الفساد إذن CPI وهو أيضا مؤشر عالمي في الشفافية الدولية هناك كما ذكرنا منظمات عالمية تهتم بمؤشرات الفساد كما ذكرنا في الدرس السابق لدينا هيئة حكومية وكذلك مؤسسات حكومية تهتم بمتابعة النزاهة والشفافية وكذلك الفساد والقضاء عليه كذلك على مجتمع الدولي هناك منظمات تهتم بمحاربة الفساد عالميا كذلك وفي بعض الدول قد يتقاضى موظف الحكومة أجورا زهيدة ومن المحتمل أن يعوضوا هذا الأجر المتدني بقبول الرشاوي إذن سيؤثر هذا الأجر المنخفض على قبولهم للرشوة إذا لم يكن هناك رادع سواء ديني أو حتى أخلاقي أو حتى قد يكون إجرائي أو قانوني لذلك لا بد من سن هذه الأنظمة التي تحكم تصرفات الأفراد ويمكن أن تستند الأعراف الثقافية ومراسات المتوقعة والأعراف الاجتماعية إلى السلوك غير الأخلاقي أي أنه يمكن أن تنظر هذه الثقافات إلى السلوكيات التي تبدو غير أخلاقية بالنسبة إلى غير المنتمين إليها باعتبارها سلوكيات مقبولة إذن كما ذكرنا في الأخلاق قد يكون باختلاف من مجتمع إلى مجتمع قد نرى مثلا نحن في المجتمع السعودي بعض الأخلاقيات غير مناسبة حينما يكون هذه الشركة لها فرع مثلا في دولة أخرى قد يكون هناك أخلاقيات يرون أنها مناسبة ونحن هنا نرى أنها غير مناسبة والعكس بالتأكيد صحيح قد يؤثر كما ذكرنا البيئة المحلية والثقافية وكذلك الأعراف والتقاليد في قيم هذه الشركة والأخلاقيات الموجودة لدينا في المملكة العربية السعودية مؤشر لفساد الداخلي كجزء أساسي من استراتيجية الدولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وفقا لمبادئ وحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الدولية نحن كسعوديين وكمسلمين بالتأكيد لدينا قيم إسلامية تحرم علينا الفساد تحرم علينا الغيش وغيرها من الأمور وعدم النزاهة وكذلك انبثقت أيضا هناك هذه الرؤية من الشريعة ومن الأنظمة السعودية من خلال الحفاظ على النزاهة والشفافية والعدالة وكذلك متابعة سواء الفساد في الجهات الحكومية وحتى كذلك في الجهات الخاصة والقضاء عليه لأنه مؤثر بالتأكيد في التنمية وهو أكثر عامل مؤثر في تنمية الدول وهو الفساد سواء فساد في الإدارة أو حتى الفساد المالي أو الأخلاقي أن السلوك الأخلاقي في دولة ما يعد بشكل جزئي نتاجا لمستوى إنفاذ قوانين هذه الدولة ويمكن أن ينتهك السلوك غير أخلاقي القوانين الجنائية أو اللوائح التنظيمية الحكومية حينما يمارس الشخص سلوكيات لا أخلاقية قد ينتهك أيضا ليس على مستوى المنظمة قد ينتهك أيضا أنظمة الدولة قد ينتهك أنظمة الشريعة الإسلامية وبالتالي لا بد من إنفاذ القانون عليه وتطبيق الحكم فيه سواء الأحكام الشرعية أو الأحكام التي تنص عليها أنظمة الدولة وأنظمة قد يكون أيضا في الشركة ولا بد أن تطبق لكي يكون هناك نظام سائد ولا تستمر مثل هذه الأخلاقيات ففي حال وجود آلية إنفاذ يمكن تحميل الشركة أو المؤسسة التجارية مسؤولية المنتجات التي تسبب ضررا أو توفر ظروف عمل غير آمنة أو ممارسات فاسدة أما في حال غياب الآليات أو آليات التنفيذ أو تطبيق القوانين ستكون هناك فرصة أكبر لموارسة السلوك غير الأخلاقي كما ذكرنا قد تلجى بعض المنظمات إلى الربح ثم الربح دون النظر إلى القيم الإسانية والأخلاقية لذلك إذا كان هناك سياسات وأنظمة ومراقبة ومتابعة تحكم هذه الشركة سواء إذا أنتجت مثلا منتج يضر الصحة ويضر أفراد تعاقب وتطالب بإزالته وأيضا إزالة الأثارة تتمت من خلاله سيكون هناك احترام لهذا النظام وبالتالي استمرار محاربة القيم الغير أخلاقية كذلك إذا تم التغافل عن هذه القيم الغير أخلاقية وعدم مثلا محاكمة أو محاسبة المسؤول بالتأكيد سنجد العديد قد يمارس مثل هذه الأخلاقيات وبالتالي تنتشر الثقافة الغير أخلاقية في منظمات الأعمال والذي بدوره سيؤثر على المجتمع ويؤثر أيضا على الدول كذلك أيضا من الأشياء المهمة في البيئة القانونية العقود هو مثال آخر للحماية الحكومية المتوقعة والعقد كونتراكت هو اتفاقية لتبادل السلع أو الخدمات مقابل شيء ذو قيمة وعادة ما يكون نقودا ويعد العقد جزءا أساسيا مارسة الأعمال التجارية إذا كان هناك احترام للعقود وهناك أيضا تنفيذ وإجبار التنفيذ على هذه العقود إذا التزمت مثلا منظمة منظمة أخرى أو مع الحكومة أو حتى مع الأفراد لا بد أن يتم تنفيه هذا العقد بالتالي هنا حماية للسلوكية الأخلاقية ومرسات الأخلاقية وعدم تلاعب الأشخاص في العقود وبالتالي يكون لدينا بيئة ثقافية قانونية وأيضا مسؤوليات من كل الأطراف محققة بالتأكيد من خلال هذه العقود عادة ما تنفذ بنود العقود من خلال نظام القضاء في الدولة وتجرى إشارة هنا أن حكومة المملكة رب السعودية قد أصدرت العديد من القوانين منها مثلا قانون الحد الأدنى للأجور إذن هناك قانون لا يمكن النزول تحت هذا أو إعطاء الموظف أقل من هذا الأجر كذلك أسست نظام أجير لحماية الأجور والعمالة بهدف ضمان تحقيق العدالة والإنصاف للعمال إذا ترك الأمر لمنظمات قد ترى بعض منظمات تقليل رواتب العمال أو مثل حقوقهم الوظيفية لذلك أتى هذه الأنظمة بمتابعة شركات في نظام الأجور وسن أدنى للأجور كذلك متابعة لعمليات الدفع الشهرية للموظفين لكي يكون هناك إنصاف ومسؤولية وقبل ذلك كما ذكرنا في الدرس هناك دليل الأخلاقيات لا بد أن يتم لكي نضمن العدالة والمساواة بين الموظفين في قطاعات الأعمال أيضاً الملكية الفكرية تتعلق في البيئة القانونية والثقافية ويقصد بها عمل إبداعي أو معرفة تقنية مثل براعات الاختراع حوال التأليف والنشر والعلامات التجارية وهي محمية بموجب عدد من المعاهدات والاتفاقات الدولية كلما كان هناك اهتمام بالملكية الفكرية هذا سيجعل الأشخاص يقومون بنشر إبداعاتهم لأنه يعرف أن هناك أنظمة تحفظ له حقوقه سواء في نشر الكتب والتأليف أو حتى براعات الاختراع سواء في المجتمع المحلي أو حتى إخراجها لمجتمع الخارجي أو حتى في استقطاب واستيراد مثل براعات الاختراع المختلفة لأن هناك قوانين تحافظ على الملكية الفكرية بالتأكيد سيتم جذب هذه الأفكار وهذه الحقوق وعفر وهذه الكتب وأيضاً النشر الثقافي والمعرفي أيضاً لدينا في المملكة السعودية الهيئة السعودية للملكية الفكرية وهي تتولى عملية تنظيم ودعم وإنفاذ مجالات الملكية الفكرية في المملكة ووفقاً لأفضل الموارسات الدولية إذن هناك اهتمام بالملكية الفكرية لأن حينما يقوم شخص بالتعدي على حقوق أفكاء أو فكرية لشخص آخر أو منظمة أخرى بالتأكيد هي من الموارسات الغير أخلاقية لذلك تمارس هذه الهيئة دورها في حفظ الحقوق ومحاسبة كل من يتعدى على حقوق الآخر أيضاً في رؤية المملكة 2030 حددت الرؤية أهدافاً لتعزيز تنافسية القطاع الخاص في المملكة من خلال تأصيل مبادئ الملكية الفكرية وتأسيس بنية تحتية رقمية تدعم رواد الأعمال وبالتأكيد نلاحظ ازدياد في طلبات رواد الأعمال سواء في الحصول على علامات تجارية وبرعات اختراع بشكل كبير نجاح التطور ونشر لبرعات الاختراع وذلك لوجود نظام قوي وبالتالي أصبح الأشخاص والأفراد وكذلك المنظمات في أمان من حيث النشر لأن يعرف هذا الفرد أنه في حال انتهاك لأي شخص لحقوقه الفكرية والملكية الفكرية سيكون هالك محاسم من الجهات المسؤولة وبالتالي أصبح هناك ارتياح في عملية النشر الثقافي وحتى أيضا براعات الاختراع إذن تحدثنا عن البيئات القانونية ننتقل الآن إلى الثقافة التنظيمية وتأثيرها على السلوك الأخلاقي أيضا من الهم العوامل الثقافة التنظيمية وتوفر الثقافة التنظيمية معايير السلوك التي وضعها القادة والتي تشكل قيم الموظفين وأيضا تصوراتهم وسلوكياتهم داخل المنظمة أو المؤسسة كما تساعد المواثيق الأخلاقية على ترسيخ ثقافة تنظيمية أخلاقية لكن ذلك يتحقق فقط إذا تولى القادة إنفاذ مث هذه المواثيق لو تذكر عزيزي الطالب تحدثنا سابقا عن البيئة التنظيمية في منظمات وذكرنا أن لها تأثير في الانتاجية في أيضا راحة الموظف ونزاهته وبالتالي قد يكون لدى منظمة ثقافة تنظيمية تستمر لسنوات حينما يكون هناك تطبيق للقوانين ومتابعة عملية التطبيق بالتأكيد سيؤثر على هذه المنظمة هناك عدد من الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى ترسيخ ثقافات تنظيمية فاسدة قد يكون هناك ثقافة تنظيمية فاسدة في بعض المنظمات فالمنظمات التي تضع مستهدفات عالية متبعة مبدأ كما ذكرنا الغاية تبرر الوسيلة قد تحدد لموظفي أهداف المبيعات أو الإيرادات لا يمكن تحقيقها إلا من خلال سلوكيات غير أخلاقية ستضع مثلا مستهدفات أعلى بكثير من إمكانيات الموظفين المجتمعين وبالتالي قد يمارسون هؤلاء الموظفين بسبب أنهم يريدون الحفاظ على وظائفهم وتحقيق قد يكون الأرباح أو العمولات وبالتالي يمارسون بعض السلوكيات لكن بالتأكيد حينما يكون هناك ضبط هناك موازنة في الأرباح والقيم والأخلاقيات وأيضا حقوق الموظف وعدم المخاطرة سيكون هناك التزام وراحة ولا يتم مثلا ظهور مثل هذه الأخلاقيات ولكن حينما يكون هناك الاهتمام بالأرباح أولا وأخيرا دون مراعاة سواء الحجم العالي لمستهدفات المالية أو حتى قد يكون الأمور الإدارية سيكون ظهور مثل هذه السلوكيات وارد جدا وقد يتغاضي القادة عن هذه السلوكيات الوصول إلى أهدافهم الشخصية أو أهدافهم القيادية إذن قد يمارس أيضا بعض القادة أنه يتغاضي أو يغضي الطرف عن مثل هذه السلوكيات لكي يحقق أهداف الشخصية في مثلا تحقيق الأرباح أو أيضا العمولات من خلال الأرباح أو مثلا يحقق أهداف أمام القادة أو أمام المسؤولين لابد أن يكون هناك ضبط كما ذكرنا تؤثر البيئة الثقافية ولكن من خلال أن القادة يمارسون دورهم في عملية ضبط هذه البيئة ويمكن أيضا للهياكل التنظيمية المعقدة إخفاء سلوكيات معينة في حال كانت النتائج فقط هي التي توضع في الاعتبار وتذكر أيضا عزيز الطالب تناولنا الهياكل التنظيمية قد يكون هناك هياكل معقدة وهذه الهياكل قد تخفي بعض السلوكيات حينما لا يود المسؤول إظهارها لأن ما يهمه النتائج فقط وبالتالي قد يمارسون في إخفاء بعض السلوكيات لأن بالإمكان لديهم فرصة من خلال هذه الهياكل إخفائها ولكن بالتأكيد إذا كان هناك نظام كما ذكرنا في حوكمة الشركات ومتابعة إجراءاتها كذلك في وجود جهة رقابية عالية سيكون هناك التزام كبير من قبل هؤلاء الأشخاص كما يمكن للأهداف قصيرة المدى عفوا قصيرة المدى أن تشكل ضغوطا إضافية لتحقيق النتائج بأي وسيلة إذا كان لدى الموظف أهداف قصيرة خلال مثلا شهر شهرين أو أقل من سنة عالية سيؤدي إلى أنه يتحمل ضغوط وبالتالي قد يمارس بعض السلوكيات اللا أخلاقية لكي يحقق هذه الأهداف وبالتالي نحتاج إلى ضبط لهذه السلوكيات لكي لا يتم أو للأهداف كذلك لكي لا يتم وضع الشركة في هذا الموضع الغير مناسب أيضا بمرور الوقت يمكن أن تتحول هذه العمليات أو هذه الضغوط إلى ثقافة أو ثقافات فاسدة تتوفر فيها فرص متعددة لمارسة السلوك الأخلاقي كل ما ذكرنا آنفا سواء وضع مستهدفات عالية على الموظفين عدم وجود رقابة من قبل القادة أو مثلا يتغاضون عن بعض السلوكيات أو وجود هيكل معقد هيكل تنظيم معقد كذلك وجود أهداف قصيرة عالية هذا سيشكل مع الوقت ضغوطات وبالتالي قد تنشى سلوكيات غير أخلاقية تكون بعد ذلك هي ثقافة هذه المنظمة لذلك تلجأ المنظمات إلى الضبط هذه السلوكيات مبكرا لكي لا تكون هي الثقافة السائدة في هذه المنظمات من خلال بالتأكيد وجود مثاق أخلاقي قوي لأخلاقيات المهنة مع أيضا التدريب والتطبيق يعد أمرا مهما والأمر ذاتي ينطبق أيضا على القيمة التي تحددها الإدارة لهذه السياسات فعند التعامل كما ذكرنا بشدة وحزم مع الانتهاكات ما الذي سيحدث؟ بالتأكيد ستقل فرصة ممارسة السلوك غير الأخلاقي وبالتأكيد هذا الأمر يبدأ برمته من الإدارة برمته من الإدارة العلية إذن الإدارة العلية هي من تحزم وتضع الشروط والضواب وتتابع كما ذكرنا والسياسات إذا كان هذه الإدارة لديها حزم ومتابعة بالتأكيد سيؤثر على الثقافة السائدة في المنظمة لذلك نشاهد مثلا في بعض الدول هناك مثلا انتشار لبعض السلوكات الأخلاقية وأثر على الدولة في اقتصادها وسياساتها وذلك نظير عدم وجود سياسات متطورة أو متابعة الأخلاقيات التي قد تضر منظمة في بداية أمرها ولكن قد تنتقل ومن ثم تؤثر في المجتمع ككل ومن ثم تؤثر في الدولة لذلك نشاهد المملكة مثلا من خلال رؤيتها 2030 وضعت نظام لحوكمة الشركات نظام لحوكمة الإجراءات في الدولة في إنشاء هيئة للفساد كل ذلك لكي يصبح المجتمع السعودي مجتمع خالم إذن الله وهو كذلك بالتاكي تجدر إشارة إلى أن موثيق لقية المهنة ليست موجهة حسب إلى موظف المستوى الأدنى بل يتعين على كل فرد في العمل التجاري أو ما سيتصرب بشكل أخلاقي إذن هي السلوكيات الأخلاقية أو موثيق الأخلاق ليس لموجهها لموظفين دون آخر يموجه لجميع الموظفين في جميع المستويات في الإدارة العليا، في الإدارة الوسطى، في التنفيذية كل شخص لا بد أن يلتزم بأخلاقيات المهنة أو أخلاقية العمل وكما ذكرنا أيضا هناك إجراءات لا بد أن تتم من خلال متابعة الموظفين تدريبهم على أخلاقية العمل حثهم على التزام بالأخلاقيات وأيضا تثقيفهم فيما يتعلق بالأخلاقية إذن انتهينا من الثقافة التنظيمية ودورها أو تأثيرها على السلوك الأخلاقي ننتقل إلى العوامل الفردية العوامل الفردية لها دور كبير بالتأكيد في السلوك الأخلاقي داخل المنظمة تؤثر العديد من العوامل الفردية على مستوى السلوك الأخلاقي في المنظمة أو المؤسسة بما فيها المعرفة الشخصية والقيم والأهداف ويعد أحد هذه العوامل مقدار ما يعرفه الفرد عن موضوع ما ويمكن أن يتخذ صامع قرار الذي يتوفر لديه قدر أكبر من المعرفة أو المعلومات فيما يتعلق بموقف إما خطوات لتجنب السلوكيات غير الأخلاقية في حين أن الشخص الأقل معرفة يمكن أن يتخذ إجراء دون علم يؤدي إلى سلوكيات غير أخلاقية إذن نفهم من هذه العبارات أن قد يمارس الموظف أو المسؤول سلوكيات غير أخلاقية دون أن يعلم وذلك بسبب ضعف المعرفة العلمية كذلك قراءة القوانين والأنظمة وحقوق الآخرين لذلك مهم جداً كعوامل فردية أن نهتم بالثقافة التنظيمية نهتم بالقوانين بمتابعة قوانين الشركة نهتم بمتابعة القوانين حتى حقوق الآخرين كذلك حقوق الموظف حقوق أيضاً العملاء لكي لا نتجاوز هذه ونمارس بعض السلوكيات الغير أخلاقية أيضاً قد يتم مثلاً ممارسة بعض السلوكيات الغير أخلاقية ولكن بسبب اطلاع الموظف على المعرفة والإجراءات وضبط هذه الإجراءات وأيضاً تلافيها مستقبلاً من خلال معرفة قد يتم أيضاً تجاوزها بسبب أن لدينا مسؤول يتمتع مثلاً بمتابعة عالية ومهارات قوية في عملية تلافي مثل هذه السلوكيات من خلال متابعة من خلال عقوبات وقد يكون الإجراءات لذلك مهم جداً فيما يتعلق في العمل الفردية المعرفة والإطلاع المستمر على الموثيق وأيضاً السلوكيات الأخلاقية وغير الأخلاقية أيضاً قيم الفرد نفسه قيمة الأخلاقية والمواقف المرتبطة بالقيمة بشكل واضح تؤثر أيضاً في خياراته في مجال عمله التجاري وأيضاً تسعى المنظمات من خلال توظيف أشخاص يتسمون بحسن السيرة والسلوك ويتمتعون بقيم تضاف إلى قيمها الخاصة ذلك تحدثنا في مقرر سابق في ترب المهنية عن أن المنظمات تبحث عن شخص يتمتع بقيم عمل وإخلاقيات عمل عالية جداً لماذا؟ لأن بالتأكيد سيكون عضو في هذه الشركة أو في هذه العائلة قد تكون من خلال ترابطهم واتحادهم لذلك سيؤثر في المنظمة وبالتالي قد يؤثر على سمعة المنظمة إذا كان يتمتع بقيم عالية سيؤثر إيجاباً وإذا كان سلباً بالتأكيد سيؤثر على الزملاء يؤثر قد على المنظمة ومستهدفاتها في المستقبل أيضاً ينضم معظم الأشخاص إلى المنظمات أو المؤسسات لتحقيق أهداف شخصية من الطبيعي أن يكون انضمام الأشخاص لتحقيق جزء من أهدافها الشخصية وبالتالي قد يؤثر على أيضاً السلوك داخل المنظمة كذلك يطمح الفرد إلى تحقيق هذه الأهداف وكذلك الطريقة التي يتبعها من أجل تحقيق هذه الأهداف بشكل كبير في سلوكه في المنظمة أو المؤسسة غالباً غالباً بيبحث الأفراد عن الثقافات التنظيمية التي تتيح لهم ماذا؟ إمكانية تحقيق أهدافهم الشخصية حينما ننتقل أو نلتحق بمنظمة نهدف من خلالها أن نحقق أهدافنا الشخصية ولكن بالتأكيد لن يكون على حساب المنظمة أو القيمة الأخلاقية لذلك كما ذكرنا في درسنا السابق حوكمة الشركات أتى لكي تضبط المصالح الهداف الشخصية مع أهداف المنظمة وبالتالي يكون هناك نظام عادل وهناك قيم أخلاقية في جميع المنظمات وبالتالي سيؤثر على المجتمع ومن ثم يؤثر على دخله واستمراره وكذلك على حكومته إذن في نهاية هذا الدرس حدثنا عن العوامل المؤثرة على السلوك الأخلاقي في المنظمات ذكرنا أن هناك عدة عوامل تؤثر من أبرزها البيئات القانونية والثقافية والثقافة التنظيمية والعوامل الفردية تطرقنا إلى البيئة القانونية لابد من سن الأنظمة ووضع الأنظمة وكذلك لابد أن يكون هذه متابعة لجميع الأمور الأخلاقية ومن خلال سواء جهات حكومية أو جهات قد تكون داخل المنظمة كذلك الثقافة التنظيمية ذكرنا أنها مؤثرة كلما كان لدينا ثقافة تنظيمية مميزة تحارب السلوكات الأخلاقية تهتم بالموظفين تحفزهم وفق القواعد الأخلاقية سيكون بالتأكيد نعكاسها على الموظف أخيرا تحدثنا عن العوامل الفردية ذكرنا أن عوامل الشخص وقيمه ومستوى تعليمي واستمرارها في التدريب والمتابعة والقراءة سيؤثر بالتأكيد إيجابا على القيم الأخلاقية في حين أنه قد يمارس بعض السلوكيات اللا أخلاقية من خلال جهله بهذه السلوكيات وبالتالي من المهم جدا أن يطلع الأفراد والموظفين على القيم الأخلاقية وكيفية تلافي السلوكيات اللا أخلاقية إلى هنا أعزائي الطلاب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم وحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم